اشتركوا في القناة 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 سبع من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستة، من نشوف كلمة look after your eyes. الحل هو look after your eyes. مفتاح الفحصهم مرتين. مرة واحدة بالسنة. Be same when you travel. يعني كن حذر. خذ حذرك. من تسافر. شلازم شتسوي؟ شلازم شتسوي انت؟ Be safe when you travel. راح اقول لها date with. يعني شنه date with. اخوان ركزولي على هذي الجملة. كنا نقول بفترة كورونا. magazine يعني. اللي هي معناها لقاح. فهنا نفس الحالة. يقول لك اخلي لقاحات. يعني تأكد من موضوع السفر. من موضوع السفر دير بارك. ملاريا أيضا. يعني خافك وسفر أو الى آخرية. خلينا نشوف الأسئلة الوزارية اللي جاية على هذا الموضوع. منطيق جملة. وقال لك. use imperative to give advice. استخدم فعل أمر حتى تنطي نصيحة. طيب. ش راح استخدمان هنا. راح اقول لها get enough sleep. شون عرفت الحال. عندك 8 hours. 8 ساعات. رقم 2. use imperative to give advice. استخدم فعل أمر حتى تنطي نصيحة. راح اقول لها يا سيدي الحال هو never miss break. مفتاح الحال. meal of the day اهم وجبة بالبيت. رقم 3. قال لي use كذا 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 كذا. imperative. راح اقول لها drink plenty of water. مفتاح الحال لترونس. رقم 4. 8 ساعات. مفتاح الحال. راح اجي اقول لها get enough sleep. رقم 5. قال لي. افحصهم. راح اقول لك after your eyes اعتني بعينك. اعتني بعينك. لك after your eyes. طبعا. see the dentist. زر الطبيب. زي يعني. زر طبيب الاسنان. مرات ايضا تجي كياه مفتاح الحال. مو مشكلة. يعني. بس انت من تشوف كلمة brush your teeth. راح اتخليلها see a dentist. فانت انتبه يعني. دير بالك. look after your eyes. والآخرين. زي. الآن طلابنا الاعزاء راح ننتقل على موضوع جمع الاسماء. موضوع جمع الاسماء. هو عبارة عن كلمة شون اجمعها باللغة الانجليزية. مثل ما انا عنده باللغة العربية. عنده جمع تكسير زي مع مذكر صالم. كذلك الامر باللغة الانجليزية. هذا موضوع مهم. وجاي بالامتحان الوزاري. زين. شون اجمع الكلمة باللغة الانجليزية. دائما نضيف الاس. عنده كلمة car. وانا اريد اجمعها اقول cars. pin. سويها pins. طيب. واذا كانت الكلمة تنتهي بهذه الحروف. اذا عندي s. ch. هذه الحروف اللي يشوفها قدامك. راح تحط اس. لذلك عندي كلمة باس. شوفت ضفت اس. احنا ضفت اس. احنا ضفت اس. هاي جيتك وزاري. وهذه جيتك. هاي ايضا. احط لها اس لان منتهي. طيب. اللي بعده. انا عندي هنا حرف الواي. هذا حرف الواي هنا مسكين. ما عنده واسطة. ما عنده ظهر. لذلك بهذهل. تبهذل. السولة قلبوا الواي الى اي. ليش لان الار ظهر مالته ضعيف. الار ما عنده ضعيف حرف صحيح مهارف عله. زين عني. فقلبنا الواي الى اي وضفنا اس. شوف. اما هنا. الواي قالهم يا ولواني سوون بيهيتي. والله لا اعلمكم. والله لا بهذلكم. والكم هنا مو مثل قبل. لا عبركماني بهذه الحالة قدرتوا علي. هنا ما رح تقدروا لي. قالوا لا بالله شوان ما تقدر علينا. قالوا. انا عندي عله هنا. وفين كم اذا قلبتوني. قالوا. والله صحيح. صدق هذا عله. قالوا. لا لا لا. احنا نشاقوا. ياكي معاوز صدق تقول. بس اس وهاك. بس هي اس. ما قدروا يقلبون. زيني. فلا تنسون. ها عيني. لا تنسون. تمام. اذن عله. كل ما عندك عله. فقط اضيف اس. طيب. الملاحظة اللي بعدها. إذا عندك دائما اف بلا خير. أو اف اي. راح تحط لها ذيس. فأني عندي كلمة وايف وايفس. نايف نايفس. ثيف تيبس. ووف ووفس. ذيس ذيس ذيس. طيب انها ذيس. وعندي حالة شال ذي. عن هاي القاعدة. هاذين ادي ثلاثة كلمات. هذين فقط اضيف لناء. هذن فقط أضيف الهن أسدني حالة شاذة ما رح يتبعا هاي القاعدة يعني هاي حالة شاذة ذن ثلاث كلمات تحفظنا ندير بالك عاليين الملاحظة اللي بعدها حرف الأو أضيف لأي أس مثلا على كلمة بوتيتو بوتيتوز هيرو هيرو هيروز يعني أضيف لها إي أس أوكي أوكي الملاحظة اللي بعدها عندك حرف الأو هنا هذن الكلمات لأ بس رح نحط لأس يعني هاي حالة شاذة عن هذا القاعدة اللي بعدها عندنا هنا بموضوع الجمع شوية حالات شاذة لذلك نصيحة حفظها لأن يجنك بالامتحان وحرامات يعني طيب ولا تنسى عندك الشواذ عندك المان الصير من وإلى آخره مثل ما تشوف قدامك عندك كلمة شيب هذه هي والفش تبقى مثل ما هي يعني الآن كلمة سمك بالإنجليزي ما تقدر تجمع ما تقدر تقول الفشز ولا تقدر تقول شيب شيبز ما تقدر يعني وكذلك عندك هذه الكلمات ما تنجمع دير بالك عليهم زين عيني هذا أيضا شواذ وعندك هذه الكلمة اللي هاي جيتك وزاري ركز لعليها هذه الكلمة حرف الآي قلبناها إلى إي تعال خلونا نشوف الأسئلة الوزارية الآن منطيني كلمة بوي سايرا بوز هاي الكلمة شاصر حط لها إيس طيب ليش حطنا لها إيس لأن منتهيه بسي أتش هنا عندي هاي الكلمة شاذة حرف الآي رح يصير حرف إي هذا هو موضوع الجمع تعالوا خلونا نشرح موضوع تعابير الكميات شن يعني تعابير الكميات هنا طبعا بالبداية يعني هان شونا عبر عن كمية فتشي معين هن رح نتناول عنها رح نتناولها هسا ورح نشوفكم إن شاء الله ش لو نيجي قبل لا نفوت بهذا الموضوع خلونا نعرف شن الاسم المعدود وشن الاسم الغير معدود اللي هو الاسم الاسم غير معدودة. شوف نحط لها يوان دير بال اكترة حتى هي ممكن تجيك كإضافة فأنتبه عليها طيف الاسم المعدود وهو الاسم الذي له صيغتين صيغة المفرد و جمع أي ملاحظة انت حاطها براسك على الاسم المعدود والاسم غير معدود انساها. وركزين مهس الاسم المعدود هو اسم إلى صيغتين مفرد و جمع أي كلمة ما إلى صيغتين يعني فقط مفرد فقط جمع أي كلمة إلها مفرد و جمع هذا معدود ملاحظة ثانية الاسم المعدود دائما يجي كوية الجمع الاسم المعدود ويا من يجيني ويا جمع مثل كلمة كل هذه الكلمات تعتبر اسم معدود زي ليش يا أستاذ محمد لأنها جمعة طيب مثل ما أشوف كلمة باكس بيض هذا ينجمع بنانا يعني موز هي أكثر من موزة يعني قصدة طيب أما الاسماء الغير معدودة وهو الاسم الذي له صيغة واحدة يعني ما ينجمع يعني شنستاذ ما ينجمع يعني كلمة تفود تقدر تقول فوتس يستاذ يقدر لا ما تقدر الفود ما تنجمع دير بالك سليب ما تقدر تجمعها تايم ما تقدر تجمعها وورك ما تقدر تجمعها أورنج هذه الكلمات تكونين مفرد دائما الاسم الغير معدود يجيك في صيغة مفرد دائما الاسم الغير معدود يجيك في صيغة مفرد طيب زين ملاحظة مهمة أخرى ويا الأسماء الغير معدودة نستخدم a little و much ويا الأسماء المعدودة نستخدم many و a few شن الفرق هناك ما لك فرق كma little ولا much استاذ أنا راح أخربط بهين بالامتحة راح علمك على طريقة ما تنساهم أبدا إن شاء الله خلي كوي وانتبه يبني many a few بسيطات باللفظ بسيطات باللفظ يجنوي المعدود بسيطة نقدر نعد much a little صعبات باللفظ نجنوي غير المعدود ما نقدر نعدلين صعب بكل بساطة على مو تذكرني يعني بس تعالوا خلونا نحل هذا التمرين في صفحة 13 بالاكتفيتي بوك منطين هنا هاو منطين وماتش لون مني تعال اختار واحدة من عدن أباوع على بعد الاختيار عندي كلمة food توني قلت لك باوعلي على هذا الموضوع اللي اخدناه توني حس توني food ويامن ويامن كونتبه يعني شو راح ناخذ لها little and much هو شو جايب لي بالاختيارات جايب لي much أنا شو راح أقول له طالما قايل لي much وقايل لي many فأنا باوع على بعض الاختيار لقيت الفود الفود هذه كلمة غير معدودة راح أجي أقول له much يا بس أستاذ محمد ليش اختارينا much لعندك فود غير معدود اتنيني apples تفاح طالما apples يعني جمع يعني تنعد إذن راح أقول له many راح أقول له many اللي بعتها قايل لي meals كلمة meals تنجمع إذن راح أقول له many أيضا نفس الحالة sleep ما تنجمع راح أقول له much much لأن ما تنجمع exercise أيضا نفس الحالة ما تنجمع hours تنجمع لأن s hours فراح أقول له many time ما تنجمع راح أقول له much times يعني مرات راح أقول له many لأنها جمع تعالوا خلونا نحل التمرين الثاني اللي موجود في صفحة 13 تمرين رقم d رمزة d قايل لي people people جمع له مفرد ناس تنجمع إي نعم إذن هي جمع فأنا راح أقول له a few طيب work عمل a little ساذ الحمد ليش اختارنا a little لأن الwork ما غير جمع minutes جمع a few طيب orange little استاذ ليش اختارنا a little هو قايل لك هنا a little طيب how much money money فلوس money دير بالك money يعني فلوس money يعني عدل لا تخبر بينات إذن money الفلوس غير معدود ليش غير معدود لأن ما تنجمع حسب تقدر تقول money money لا ما قدر إذن ما تنجمع إذن المني غير معدود كلمة money تعتبر غير معدود هوات الله تخطأ بيها هو هان الفلوس تنا عادة تنحسب ما كوش حجي الفلوس كلمة ما تنجمع يعني مفرد تعتبر مفرد هذه الكلمة لذلك أنا راح اختار لها هنا a little استاذ الحمد ليش اختارينا a little هنا لأن كلمة money تعتبر هنا مفرد مو جمع مو جمع يعني قصدي يعني قصدي ما تنجمع ما تقدر تقول money الهصيرة وحدة I met times فراح اقول له a few طيب سبعة put your case كذا 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 ما عندي هنا فتشي خصة جمع لذلك راح اقول لها a little آخر شي قل لي orange مجموعة إذن هذا ينعد فراح اقول له a few هذا كل ما موجود في الدرس الخامس تهت من حضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله افتهمتوا أي سؤال أو استفسار انحضب your eyes for you my eyes for you تهياتنا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة